جي تي اي فاي سيتي اخيرا والله شباب يوجد عدد كبير من المتابعين يطلبوها مني ويقولوا لي نزل عنها يا وليدو صير نزل عنها نزل تختيم اللعبة هكذا وايضا جي تي اي ثري نحن قادمين يا حبيبي نحن قادمين جي تي اي ثري ايضا شباب راح نجربها ونعملها تختيم طبعا جي تي اي في سيتي ايضا شباب راح نجربها لها يعني نجربها اليوم بعدها راح انزلها تختيم واصر انزل عنها اسرار مدري ايش انزل كل شيء عنها ايضا جي تي اي ثري ان شاء الله يلا والله شيء مرة رهيب متحمس حماس غير طبيعي شو انتم ايضا اظن هذا اكيد لانكم تطلبوها مني بكل وين ما اروح القى شباب تعليق نزل جي تي اي في سيتي لازم المهم طبعا انا دخلت لعبت شوي يا شباب هكذا وضبطت اعدادات يعني اعدادات الانالوج تحكم في السيارة مدري ايش هكذا استكشفت الاوضاع الان راح اعيد اللعبة يعني بداية جديدة معكم شباب ونشوف جران تفت اوتو في سيتي يا حبيبي واي اني متحمس اوكي طبعا حملت النسخة الاصلية يا شباب نعم فيها كل كاتسين وكل شيء يعني وزيدة على هذا مع قائمة الغش نعم وان شاء الله لما شباب نختمها ما راح نختمها بقائمة الغش اكيد نفس ما ختمنا جي تي اي سان اندرس اوكي اكيد ما راح نختم ما راح نغش في التختم لانه لو غشينا لا يوجد اي فائدة من التختم خلينا نتخطى ليس فيديو تختم شباب بعد يوم او يومين راح يبدأ تختم ان شاء الله المهم يلا جي تي اي فاي سيتي يلا عطينا عطينا خلينا نلعب واو اوكي اوكي نعم الله يا رائع شباب رائع جدا نايز قاعدين الان يتكلمون مدر ايش اه صراحة ما راح نهتم شباب لهذه الاشياء لانه ما راح نختم اوه بدأنا اوه يا الله يا جي تي اي فاي سيتي اوكي اولا شباب الكاميرا فهي مبعدة اقدر اقربة اوه اقدر نعم لكنها مقربة يعني مبالغ فيها خليني ابعدها هكذا هكذا جيدة نفس جي تي اي سال اندرس نعم هيا نستكشف اوكي رائع شباب صراحة الجو في الليل هكذا رهيبة ايضا مضيئة لاني عليت البرائتنس شباب نعم خليتها تمانين نفس ما اعملها في جي تي اي سال اندرس البرائتنس او الاضاءة دائما اخليها تمانين افضل شيء تقريبا افضل شيء نعم بالنسبة لي اوكي خلينا ناخد هذا الدباب في جي تي اي سال اندرس هذا الدباب معفن شباب لكن خلينا نشوفه هنا قرب للكاميرا راح يلا اه بعد الكاميرا هكذا نخلينا نشوف شباب الكاميرات الموجودة اضمن هذي افضل شيء نعم اوكي صراحة احب ان تكون الكاميرا هكذا مقربة شباب لكي اشوف يعني اشوف على راحتي اشوف ايضا تفاصيل المركبة اللي انا اراكب فيها ومدري ايش والشرطة هنا شباب خضراء رهيبة رهيبة ايش راكم اوريكم قائمة الغش نعم راح اوريها اياكم وكما قلت لكم لن يعني استعمل قائمة الغش في التختيم شباب انا يعني نزلت هذه النسخة فيها قائمة الغش وها كده لكن ما راح استعملها في تختيم هذا اكيد اوكي يلا شباب انظروا راح اظهرها هاي قائمة الغش نعم طبعا هذا الخيار الاول الواحد يعني ينزع منا كل الاسلحة اذا كنا عندنا اسلحة وهذا الثاني يعطينا كل الاسلحة اللي في اللعبة ايضا هذي كارسبون السيارات اختيال السيارات الشيتس يعني الغش شباب في خيارة كثيرة وهكذا ايضا هذي مدري اش هي خليني ادخل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نعم ليس مئة ألف ما هذا يا وليد ما هذا فشلت جد جدنا يا حبيبي مليون أظن مليون شوف معرفت أقرأ الرقم لأنه فيه أصفار كثيرة يا حبيبي أوكي هنا سكن سيلكت شخصية شباب نغير الشخصية ورائع نلعب هذه شباب نغير أو هذه الرئيسية يلا نلعب هذه أفضل صراحة نبين بأنه غني كثير يا حبيبي رائع أيضا ميشن سيلكت هنا شباب المهمات نختار المهمة اللي نبغى ونلعبه وخلص خلصوا أوكي خلينا نختار أو نحصل على كل أسلحة نعم ونجرب أوكي نشوف الأسلحة الموجودة في اللعب أنا حرفيا شباب ما أعرف تقريبا عن ما أعرف تقريبا أي شيء عن لعبة جيتي اي في سيتي أعرف فقط اسم الشخصية اللي هو تومي فير سيتي وفقط وأعرف أسرق سيارات وهكذا ما أعرف لست متعمق فيها لأني لم ألعبها ليست لعبة الطفولة شباب مثل جيتي اي صن اندرس جيتي اي صن اندرس متعمق فيها أعرفها كلها أعرف المهمات هكذا التختم وشي يصير في التختم لما تختم اللعبة لكن هذه ما أعرف عنها أي شيء لما تختمها وكيف الوضع فيها ومدري إيش أظن هنا لازم أبعد شوية شوية أوكي هكذا أفضل اوه انظروا رهيبة ابتعد ابتعد الله يقلعك يلا والله خرافية مرة يا حبيبي أنا أرى أيضا برج عالي جدا هناك خلينا نذهب شو إلى هناك المدينة وهكذا يمكن نجد سيارة سريعة هناك وهكذا رائعة مرة مضيئة شباب بشكل خرافي نعم هذه النسخة العادية كده تخيلوا النسخة المحسنة كيف شباب محسنة فيها كل شيء الإضاءة والغرافيك وهكذا إن شاء الله أيضا راح نجربها شباب لما أشتري هاتف جديد ونتطور راح أجرب كل النسخة المحسنة نايس وأيضا نعمل لا تختم النسخة المحسنة المهم خلينا نشوف عصى الشرطة هذا إيش ساطور مدى سكين يلا نضرب تحتح يلا بس طريقة الضرب صراحة رهيبة ونشو انظروا تسمعون الصوتها كده طوف طوف كأنه صوت ميمز يلا وأيضا لاحظت بأنه يوجد شباب فتيات كثيرة في لعبة جيت اي في سيتي فتيات كثيرة يعني مفسخة واكده والله صراحة اللعبة جيت اي في سيتي هذه وحدها لا أدري صراحة لماذا لعبة جيت اي سان اندرس فيها لكن ليسوا كثيرين شباب لكن جيت اي في سيتي مملوءة بالفتيات يعني العاريات واكده اوكي المطرقة ايضا يلا نضرب اوكي تحتح يلا يلا يجلد بس يلا اوكي يلا حظتهم شباب ايضا هذي ما هذي شباب لا أدري صراحة ما اسمها لكن راح نسميها الساطور يلا اضرب اضرب اوكي هي نفس السكين تقريبا لكن ضخمة هذي شباب اوكي اللي تقطع بها اللحم اي اضرب انا اضغط على الضرب لك اللي يضرب ما هذا موش يلا يسوي شباب غريب الضرب هنا يلا بساطر هذا هو الساطر الحقيقي ها اضرب انا اضغط شباب على الضرب لك اللي يريد الضرب اوه الان ضرب يا ها اضرب اضرب بوم بس يلا اوكي ايضا اوه هذا هو السيف ايضا موجود في لعبة جي تي اي فاي سي تي تعالوا تعالوا لا تتسطرون انتم اوه وطو فوك قطعت لها رأسها الشباب اوكي تعالي انتي ايضا اطعن اطعن ابلعي بس يلا نايس جمع جمع الاموال مع انه لنحتجها لكن يلا تعال تعالوا السيف مرة رهيب شي انظروا اوكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي أووووووووووووووووووو physics واا اقطع بس يالله أوووو.. القنابل شبا اوووووووووووو نطري اوه الشرطي شرطي بتاعتي ارميه هونك انفجر بتاعد بتاعد بتاعي بوام مات اوكي اوه ايضا شبب طوضينا انظروا اوكي انا حرفيا رح تقولون انتم ادري رح تقولون بانه نوب لا يعرف اي شيء عن اللعبة انا حرفيا قلت لكم شوي لا اعرفا نعم لأني لم العبا يعني في حياتي لم علبا كثير لم اتعمق فيها لعبتها لكن لم اتعمق لذلك هذه الأشياء اللي أراها أستكشفها معكم وهكذا المهم كما قلت لكم الأسلحة الخاصة بالشرطة أو أي أسلحة يعني توضيء شباب انظروا GTA San Andreas لا توضيء أوه متنى لا أيضا الدم شبابه هو عبارة عن أرقام نعم أرقام يعني تعد لك الدم ليس مثل GTA San Andreas خط دم أحمر وينقص أوكي هذا عداد أيضا نجمات ست نجمات أوكي سهلة شباب تتعلم عليه ليست معقدة أيضا الخريطة لما دهسناها شفنا في الخريطة أوكي الخريطة لبأس بها شباب ليست كبيرة كبيرة لكن لبأس بها صراحة هي متوسطة خرافية مرة أوكي انظروا نفس شباب ذلك الموضل اللي جربناها في GTA San Andreas أنا ما أدري وش فيني مع GTA San Andreas كل شوية يعني أتكلم لكم عنها لكنها آكدة شباب أنا أعرف ذلك الجزء كثيرا لذلك أتكلم لكم عنه المهم جربت موضة خاص بالسفر إلى مدينة GTA V60 وكذا نفس الخريطة كذا رأيناها في GTA San Andreas نفس الخريطة في ذلك الموضة وهنا هي نفسها توجد تلك الجزيرة اللي في النص أو ليست جزيرة هذه الشباب لا أدري ما هي سجن أو لا أدري اللي يعرف يقول لنا المهم انظروا الخريطة رهيبة نحن هنا تواجد شباب هنا نعم أظن محل أسلحة بقربنا قريب منا أيضا تلك العلمة الأخرى أظن pay and spray شباب صحيح لي في التعليقات إذا غلط يعني ذلك الكاراج الخاص بتصليح السيارة وتلك العلمة الوردية الصغيرة النقطة هي عبارة عن المهمات أظن نعم شباب لأني رأيتها قبل ما أبدأ الصور ذهبت إلى هناك ودخل إلى بيت بعدها وجدت مهمة نعم شباب لكن ما بدأتها لكي لا أحرق على نفسي المهمات المهم يلا لا تقول لي راحت مني نعم لم تذهب مني الأسلحة أوه تعال تعال يلا بس أوكي تع تعال يلا روح رهيب رهيب الطلق أيضا شباب توجد أسلحة مرة كثيرة في اللعبة رشاشات هكذا جميلة أوكي روح روح مع أنها أقدم من جي تي اي صان اندرس لكن فيها أسلحة اللي بأس بها شباب لا توجد في جي تي اي صان اندرس انظروا مثلا توجد رشاشة كثيرة مثل هذا شباب هذا سلاح اليوزي وأيضا يوجد سلاح يشبه هذا هو أوكي لكن ليس اليوزي أظن لكن يتشبهون صراحة شباب يوجد رشاشة مرة كثيرة ها الام بي فايف هذا أظن شباب نعم يشبه في جي تي اي صان اندرس يوجد مثل هذا ام بي فايف أيضا الام فور المعروف لا يعرف يا حبيبي الام فور شباب وكل الأصوات أيضا هنا رهيبة شباب كل سلاح عنده صوت أكيد كل سلاح عنده صوت لكن صراحة الأصوات خرافية نقدر أيضا نعمل ايم هاكذا ونطلق شباب يلا اعمل ايم وش قاعد تسوي يلا تعتح أوكي روح يتخبى وراء العمود الخار أبلع أبلع جلته أوه لاحظتم شباب طلقت على رجله بدأ يعراجوا هاكذا وقعية اللعبة هذا غير موجود في جي تي اي صان اندرس يلا هالموجود الشرطي قريب مني اللي كي أجرب عليه أوكي أين هو وين اللي قاعد يطلق عليه ها هو تعتع انظروا شباب ها أطلق على رجله في الأسفل يلا يلا الايم الايم وطاف موتنا شباب واسطد يا حبيبي أوكي كما قلت لكم لما أطلق على الرجلين يعني يعرج يعرجون شباب نجرب مرة أخرى أوكي يلا نجرب مثلا بهذا السلح ها انظروا شباب بوم ها يبدأ يعرج أوكي رهيبا سرعة لهذه التفاصل مرة خرافية أيضا هذا سنايبر نايس يلا بوم يلا بس هل تنفق على عجلة شباب نجرب نعم تنفق على عجلة في لعبة جيت اي في سيتي واقعية رهيبة شباب رهيبة أوكي أيضا ما هذا السلح سنايبر يوي توجد سنايبر كثيرة هذا فيها ليزر ليس ليزر هذا شباب الخاصة بالايم أوكي أو ليزر تسمى لأدري بالضبط بوم قناص وليد قناص اي ليش دخل فينا يلا بلع يلا أوكي هذا قاعد يجري بوم قنصت وليد قولي أصبته لأدري صراحة المهم أوه الدم الخاص به أوكي RPG شباب أيضا أكيد رح يكون هناك RPG يلا نفجر أيضا شباب الانفجارات صراحة ما أكد يبعليك ما أكون صارح معكم الانفجارات في لعبة جيت اي في سيتي ما أعجبتني كثيرا لكن رح نعذرها شباب لعبة قديمة وهكذا ما رح يعني نقول بأنه لازم يكون انفجار واقعي ومدري إيش عادي انفجار عادي جدا أوكي لكن صراحة رائعة رائعة اللعبة تبقى رائعة وراح نستمتع فيها شباب نعم أوكي خليني أوه نعم أوكي ما هو السلح اللي توقفنا فيه RPG رأينا قادف اللهب أيضا موجود احرك 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 نايز أيضا ماذا السلح شباب ماذا السلح أوكي صوتك رشاش لكن ماذا أيضا المينيغان موجود لا إله إلا الله ما يقدر يجري بسرعة شباب انظروا بطيء جدا توامي انظروا انظروا أوكي مرة قوي لا إله إلا الله أكيد المينيغان في كل الأجزاء قوي لالكاميرا شباب أوكي نقدر نلتقط الصور تعال نلتقط لك الصور يلا ابتسم ابتسم يلا زوم زوم تعال ابتسم بام يلا أوكي نايس قاعد يضربني ابتعد عني ابتعد يلا الآن شباب واش نشوف نشوف السيارات يلا أين هو الكارس بون يا حبيبي أوكي راح نشوف السيارات تقريبا نفس السيارات الموجودة في جيتي سن اندرس ها الطاكسي وهكذا تلك الخاصة في الايس كريم تذكرونها في جيتي سن اندرس الطايرة الحربية موجودة تقريبا نفس السيارات هذي الخاصة بالصوات والله القارب أيضا موجود خاص بجيتي سن اندرس نفسه تقريبا موجود هنا أوكي الدبابة مختلفة نعم الدبابة مختلفة أوكي تلك السيارة غير موجودة هذي اللي فيها الشعلة أوكي نايس أيضا تلك الدراجة الشباب هذي موجودة أظن اسمها فريوي موجودة فيها تابوت من الخلف لأدري ما فيها أظن هذه اللي نزلتها أو يمكن فيها شباب سيارة أخرى المهم أهرب أهرب فقعوا لي العجلة ها شباب ترون على اليسر العجلة اللي على اليسر نايس والله رهيبة اللعبة رهيبة وأكيد راح تكون ممتلئة بالأسرار وهكذا إذا عندكم شباب أسرار خبروني وكتبولي في التعليقات لا تنسوا أي معلومة تريدوني أن أنزل عنها وكتبولي أفكار فيديوهات هكذا مدري إيش أخبروني شباب أسرار يعني أفكار أي شي أخبروني في التعليقات لكي أنزل يعني عنها وأظهر تعليقاتكم هذا شيء أكيد ما راح أنساكم أوكي الآن خلينا نكمل نشوف شباب السيارة الموجودة يا حبيبي واو تلك الهليكوبتر أيضا هاي نفسها واو شباب رائع رائع جدا نايس يا حبيبي انظروا أظن تلك درجة الفريوي أين هذا الفريوي ليستك لا أدري سرعة يتشبهون هذا الشباب الخاص في الجبال وهكذا نايس والله تقريبا كل السيارات فهي متشبه مع جيت إي ساندرس ترون الشباب أوكي لكن هادي جيتي اي في سيتي نزلت يعني قبل جيتي اي سان اندرس فجيتي اي سان اندرس يلي قلدت السيارة الخاصة بجيتي اي في سيتي نعم اوكي هادي السيارة ايضا سيارة سبق هذه ايضا اتذكرها موجودة في جيتي اي سان اندرس شباب نعم اوكي ووو تلك الشاحنة ايضا هادي موجودة في جيتي اي سان اندرس هادي شباب هادي ايضا موجودة خاصة بالاطفاء اوكي هادي السيارة رهيبة شباب هذه السيارة صراحة مشهورة شباب لعبة جتي في سيتي تلاحظون أظن أسرع سيارة شباب أخبروني في التعليقات إذا هي أسرع سيارة أم لا أيضا ما أعرف أقرأ شباب هنا ليس ما أعرف أقرأ بل ما أفهم شباب الكتاب المكتوبة مثلا اللي في الأسفل شباب ترونها مثلا سأنزل وأركب مرة أخرى لكي يظهر اسم السيارة على اليمين تحت على اليمين نعم مكتوبة إنفرنس أظن أظن إنفرنس شباب ولا أدري يعني مكتوبة بطريقة شباب هكذا الخط الخاص بلعبة جتي في سيتي لا أفهمها أنا كثيرا لكن أظن هي الإنفرنس المهم رهيبة رهيبة جدا شباب والله مرة أسطورية أوكي جميل جميل خليني شباب أحصلوا على يعني طائرة أو لتوجد طائرات في اللعبة شباب أخبروني في التعليقة لأني لم أرى أي طائرة وأرأيتها أي الآن لقيت طائرة رح شباب أركب فيها كيف ركب لأ إلى الله أوكي كيف صناطير في هذا المكان أرجوك يا وليد أعرف كيف يلا أوكي رح نحاول أنطير شباب ونستكشف المدينة كيف تبدو أوكي رح يكون الأمر صعب لكن رح أحاول ارتفع ارتفع أرجوك وراح يكون الأمر مرة صعب والله ما عرفت الشبب والله ما عرفت يلا نزل نزل طلعه دونكيف نزل شبب ينزل في طريقة غريبة يرسبا اوكي لا ادري اذا قليش او هو ينزل هاكيدا المهم اظن رح نكتفي بهذه التجربة لانه خلاص ان شاء الله قريبا رح انزلها شبب بعد يوم او يومين واكيدا رح انزلو رح ان شاء الله رح انتعمق فيها ونصير محترفين فيها نعم رح اصير اعرف فيها كل شيء كما صرت اعرف في جيتي إيصان أندرس راح أعرف هذا لا شيء مستحل شباب أتمنى يكون أعجبكم الفيديو وعطوني رأيكم في التعليقات ولا تنسوا شباب تفجروا أم المقطع باللايكات واشتركوا في القناة لأنه قادمة مقاطع مرة رهيبة استنوها فقط يلا شباب أشوفكم في المقاطع الجاية إن شاء الله ومع السلامة